بسم الله الرحمن الرحيم معكم أخوكم بفرج من غناة يوتيوب غيفون بفرج اليوم معانا وضعية الريكافري مود هذي الوضعية إذا صارت عندك مشكلة في الايتونز الايتونز مراضي تعرف على الايباد على الايفون يعني تكون غير قادر على أنك تسوي ريستور أو تحديث كل ما شبكت يعطيك خطأ أو يعطيك أي مشكلة في الايتونز في الكمبيوتر مراضي تعرف عليه الدخل للجهاز بالريكافري مود أحسن من الطريقة اللي قبل القديمة اللي هي صعبة شوية اللي وضعية الدي اف مود اللي لازم عشر ثواني تضغط على على زر الباور وبعدين ثلاث ثواني وبعدين عشر ثواني على زر الهوم هذه الطريقة في كثير الناس ما يعرفون لها وتعبوا فيها اليوم إن شاء الله هذه طريقة سهلة اللي هي ريكافري مود طريقتها سهلة جدا رح أسويها معاكم الآن طبعا قبل لا تشبك إذا تريد تطلع منها مجرد أنك تشغل جهاز عادي تضغط على زر التشغيل رح يشتغل معك الجهاز رح يشتغل جهاز عادي معك ننتظر ثواني بس إنه يشتغل هذا الحركة مهمة جدا تسويها دايما اسمها ريكافري مود الكثير ما يعرفها والكثير يعرفها بس أنا شفت إنها أسهل من طريقة الغير هذه اللي بثلاثواني وبعشر ثواني وما تضبط معاك ويعطيك خطأ في الآيتونز هذه الطريقة إن شاء الله أسهل لتحديث وتعريف الآيتونز بالجهاز بالآيفون أو بالآيباد طريقتها سهلة جدا بس يفتح معانا لما يفتح الجهاز معاك وانت تبي الدخل الجهاز بالركافري مود كله عليك إنك أول شيء تطفي الجهاز عادي بتضغط على زر الباور وتطفي الجهاز عادي أول ما يطفي الجهاز تحس إن الطفة ما في شيء قاعد يدور الحين قاعد يدور ثواني طريقتها سهلة جدا الحين تطفى الجهاز نهائيا بتاخذ الواير الشحن وتكون شابك في الكمبيوتر وتضغط على زر الهوم تضغط على زر الهوم ضغط طغوية وتخليك تضغط عليه ومثبت عليه وتدخل الشاحن في الجهاز وتخليك ضغط عليها ما تشيل صبعك من زر الهوم رح تطلع لك هذه الإشارة اللي هي الاتصال بالآيتونز بهذه الطريقة رح تقدر تشبك ويتعرف الجهاز على الكمبيوتر على الآيتونز ورح تقدر إن شاء الله تفرمت أي جهاز كان معاك غصب عن أي جهاز مراضي تفرمت معاك أرجو أن الطريقة عجبتكم والفيديو عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك في غناتي إذا كنتم مشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته